حزب الله لن يعود ليس لأنه لا يريد تطبيق الـ 17-01 لأن إسرائيل خرقت الـ 17-01 الآن مارون لبنان أمام هذا المشهد سلة حوافز ستقدم للبنان زائد جملة تهديدات لو حصلت مزرة لا قدر الله في قرية لبنانية كما حصل اليوم كان ممكن أن حزب الله يرد بنفس الطريقة فيه رفع لمستوى قواعد الاشتباك عند الطرف أهلا وسهلا فيك سيد كمال عبر لبنان أون الله يحييك يوم سيد كمال نقلت صحيفة التايمز البريطانية قول عن ضابط إسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي وضع خطط لغزو جنوب لبنان بيعتي أدى كل يوم بعد شهرين من طوفان الأقصى هل لا يزل الجيش الإسرائيلي ضمن إطار وضع خطط لحرب في لبنان وهو السؤال الأبرز اليوم عند اللبنانيين أي محلل سياسي أو مراقب الأحداث أو معلق عادة يستخدم السيناريوهات والخيارات ولا يزم لكن أنا سأجازف الجمهور اللبناني والجمهور العربي لتابعكم بأن إسرائيل لن تذهب إلى حرب مع لبنان لا في هذه المرحلة ولا لسنوات قليلة مقبلة بعد ذلك الله أعلم لكن إسرائيل بكل تأكيد ليست جاهزة لحرب إضافية بعد شهرين ونصف من حرب غزة لأنه إسرائيل ليس فقط على الصعيد العسكري والحسابات العسكرية العتاد الحربية الإسرائيلي اللي تعرض لضرر كبير في الحرب الحالية خاصة موضوع الآليات عدد خسائر الجنود الكبير الذي تعرض له إسرائيل في غزة حاليا لكن هناك ما هو أبعد من ذلك مسألة الاقتصاد مسألة صعبة جدا الآن في إسرائيل الاقتصاد الإسرائيلي يعاني بشكل كبير في معاناة السكان المهجرين من من مستوطناتهم ومن المدن التي يسكنون فيها على الطرفين من الشمال والجنوب هذه مشكلة ضاغطة كثير بشكل كبير على الحكومة الإسرائيلية والحكومات الإسرائيلية القادمة أيضا مسألة العتاد أيضا المساعدة الأمريكية في العتاد الولايات المتحدة غير جاهزة لحرف الشرق الأوسط الولايات المتحدة غير جاهزة لتأمين عتاد عسكري لإسرائيل بالوقت الحالي مع وجود حرب أوكرانيا وفيه هناك مشكلة إنتاج للدخائر وإنتاج للعتاد العسكري في الولايات المتحدة الأمريكية ويستخدم أحيان المخزون الاستراتيجي لدى بعض الدول حليفة للولايات المتحدة لتأمين بعض الدخائر أو تأمين بعض العتاد للجيش الأوكراني وإسرائيل في ظل هذا الجو مع الاقتصاد مع الخسائر لا يمكن لإسرائيل أن تدخل حرب شاملة مع حزب لديه إمكانات حزب الله إلا إذا كانت بكامل عافيتها يعني مستعدة استعداد كامل لهذه الحرب لذلك أنا أقول وأجزم لا حرب في لبنان شاملة في الوقت الحالي وإسرائيل تستبدل هذه الحرب حاجتها للحرب مع لبنان أو تستبدل أهداف الحرب مع لبنان بالحصول عليها عن طريق الدبلوماسية وعن طريق الضغط السياسي والدبلوماسي يعني عمشوف اليوم بموضوع 1701 يعني موضوع 1701 عودت إعادة مقاتلي الحزب إلى موراء الليطاني لتأمين الحدود لأنه مارون فيه شيء مهم مستوطنو الشمال أعدادهم تقريبا بين 70 ألف إلى 100 ألف مستوطن يقولون للحكومة الإسرائيلية لن نعود لمستوطنات الشمال إذا كان حزب الله على الحدود لن نعود لا الآن ولا إذا توقفت الحرب ولا بعد ذلك وهي مشكلة كبيرة عودة هؤلاء إلى بيوتهم ترتبط بعودة حزب الله خمسة كيلومتر إلى سبعة كيلومتر عن الحدود أي ما وراء نهر الليطاني حزب الله لن يعود ليس لأنه لا يريد تطبيق 1701 لأن إسرائيل خرقت 1701 يعني تطبيق القرار الدولي لم يبدأ من عند إسرائيل مش من عند حزب الله وبالتالي وأصلاً إسرائيل في 200 قرار دولي لم تطبقها وهي بتحتقر الأمم المتحدة كما قال مندوب هيني على كل اللي صارتوا بغزة أكبر دليل بتحتقر القانون الدولي هم قالوا أنه نحن فوق القانون الدولي ولا يهمنا القرارات الدولية ولا المجتمع الدولي وسنكمل هذه الحرب في جزئية لبنان بده يطبق القانون الدولي لأنه لمصلحته الضغوط على حزب الله كبيرة والضغوط على لبنان كبيرة لتطبيق أهداف إسرائيل من دون الذهاب إلى حرب الآن مارون لبنان أمام هذا المشهد سلة حوافز ستقدم للبنان زائد جملة تهديدات يعني العصى والجزرة ستستخدم حالياً مع لبنان فيه إغراءات عم تقدم الآن للحزب فيه إغراءات كثيرة عم تقدم الحزب موضوع انسحاب المزارع شبعة وأتلالك فرشوبة وقرية الغجر أن تنسحب إسرائيل نهائياً من هذه المنطقة حوافز اقتصادية تم طرحه على الحكومة اللبنانية وعلى أطراف لبنانية كثيرة أنه إحنا مستعدين نرفع الحصار عن لبنان واستثمارات وإلى آخره وأنه لبنان يستطيع أن ينتعش الفترة المقبلة والمقابل أن تعطونا هذا المطلب الإسرائيلي هلأ نشوف وين كيف والتهديدات بإطارها متكون التهديدات تهويل بالحرب على حزب الله وهذه الحرب لن تحصل وأنا باعتقادي أنه تقديراتي أنا الشخصية تقول أن الحرب لن تحصل موجودة عند قادة حزب الله وهم يعرفون أن إسرائيل غير قادر على شن الحرب هلأ بتطورات الميدان ممكن يصير جاي أسألك اليوم الجنرالات العسكريين يعني لا يسكتوا بخياراتهم ورود أي خطأ تكتيكي أو عسكري على أرض الواقع اليوم تحديدا خلال تشييع في أحد الشهداء في عاية الشعب يعني الصاروخ الإسرائيلي سقط على بعض أنطار قليلة يعني لو أخطأ هدفه كنا فتنا بمزرة كنا تلقائيا رحنا على الحرب مع إسرائيل ما بيخليك هذا نوع ما يعني هذا سيناريو سيناريو وارد لكن فيه سيناريو بديل أن يكون هناك نفس التصعيد يعني لو حصلت مزرة لا قدر الله في قرية لبنانية كما حصل اليوم كان ممكن أنه حزب الله يرد بنفس الطريقة فيه رفع لمستوى قواعد الاشتباك عند الطرفين لكن أيضا حزب الله استفاد من هذه التجربة اليوم أنت عندك فيه شيئين على المستوى العسكري لابد من الإشارة لهم تجريب الأسلحة الجديدة لحزب الله يعني اليوم أول مرة يستخدم حزب الله صاروخ بركان على جبهة الشمال على جبهة الجنوب وأول مرة يستخدم مسيرات هجومية على جبهة الجنوب جربها اثنين بدأ حزب الله يجرب أسلوب جديد من الحرب مع الإسرائيليين لم يكن يعرفه يعني مسألة التكنولوجيا التي تستخدمها إسرائيل على الحدود مثلا هذا التحدي كبير أمام حزب الله التكنولوجيا والاعتماد على الذكاء الصناعي في مواجهة مقاتلي المقاومة اللبنانية هذا نوع جديد وعلى المقاومة أن تتكيف معه وتتعامل معه لاحقا فيه تجربة قتال تجربة القتال تستفيد منها المقاومة في الحرب المقبلة لكن أنا أعود وأكرر لا حرب في لبنان لا الآن ولا في السنوات القليلة المقبلة نعم برأيك هل نجاح حزب الله في تحقيق يعني غايته من فتح جبهة الجنوب والتخفيف عن كطاع غزة كانت إشكالية هذه خصوصا بعد تصريح الوزير ويئام وهاب أول شي خليني علق على تصريح الوزير ويئام وهاب أنا باعتقادي أنه يعني ويئام وهاب فهم خطأ ما بعرف إلا فيه هناك سينتقدوني بيئة الحزب حساسة جدا من هذا النوع من التصريحات لديهم شهداء في نهاية المطاف وعندهم تضحيات وفي ناس في عذابات وفي ألم وفي ناس خرجت من البيوت وفي بيوت تهدم فالمسألة حساسة لكن أنا بتقديري ويئام وهاب كان يقصد أنه يريد المزيد أنه هذه الجبهة لا تؤثر وأوقفوها إلى آخر يعني هو يريد أن يقول أنه نريد أكثر منكم لغزة أنا هذا التفسيري لا أعرف إذا كان هذا التفسير صحيح أو لا لكن أنا أخذته من هذا الجانب بالنسبة لموضوع تدحرج الحرب سألتني أعطى تدحرج الحرب سألتك إذا فعلا حزب الله اليوم قدر يخفف ضغط عن قطاع غزة بفتح جنوب لبنان نعم أنا برأيي قدر يخفف ضغط على قطاع غزة رح أبرم السؤال إذا غدر وأكثر من هيك فيه واجب كان ينتظر من حزب الله وهذا الواجب كان لابد أن يقوم فيه حزب الله وهو يقوم فيه حاليا فيه مسألة مارون يعني لازم نفهمها نحن كمراقبين للمشهد حسابات العسكر وحسابات القادة تختلف عن حساباتنا كمراقبين أنا كمراقب أقول ما أريد أنا بدي الآن حزب الله يدخل إلى الجليل في هذه اللحظة فيه حسابات لدى القادة نحن غير مطلعين عليها لا نعرفها قد تكون أشياء سرية يوم سبع أنا رح أضرب لك مثال نعم حماس قامت بسبعة أكتوبر قبل سبعة أكتوبر بعام واحد كان فيه معركة في غزة اسمها معركة وحدة الساحات قاتلت فيها حركة الجهاد الإسلامي منفردة لا وحدة أنا من الناس الذين انتقدوا حركة حماس قلت أنه لا يجب أن يترك حركة الجهاد الإسلامي تواجه إسرائيل لوحدها ولماذا لا تتدخل القسام ولماذا لا تقف إلى جانب إخوتها في سرايا القدس ولا يجب الاستفراد في طرف فلسطيني في غزة هذا الكلام كان قبل عام تقريبا من الطوفان وإذ بلا نكتشف في سبعة أكتوبر بأن القسام كان يحضر لشيء أكبر بكثير مما كنا نتوقع بمعنى أنه إحنا كمراقبين نحكم على الأحداث والمعطيات بين إيدينا لكن لدى القادة العسكريين ما هو أبعد من ما نتحدث عنه وأنا عندي ثقة بأن القائمين على المقاومة في لبنان وقادة المقاومة في لبنان عندي ثقة بالتقديرات العسكرية لهم في كل مرحلة ولا أعتقد أن المسألة تقاس بميزان قمت بواجبك أو ما قمت بواجبك أنت مطلوب منك تعمل أكتر أو ما تعمل منك أكتر أنت في لحظة ترددت أو لم تتردد يعني هاي قيمنا وأحكامنا كمراقبين ومعنى حق فيها أما تقديرات الميدان فلازم تترك للقادة الميدان بدي دور شوي السؤال وروح لشي افتراضي اكتر اليوم لو لم يتدخل حزب الله شو كان يختلف في المشهد بغزة لو لم يتدخل حزب الله كان خسره كثيرا على مستوى الشارع العربي على مستوى الجمهور العربي شو كان تغير المشهد بغزة على مستوى مشروعية حزب الله مشروعية وجود حزب الله ومشروعية خطابه لو لم يتدخل لكن هو تدخل الان موضوع الفرق العسكرية ان هناك فرق عسكرية مجرد أن يكون هناك لدى الإسرائيلي احتمال فتح حرب في الشمال مجرد أن يكون لدى الإسرائيلي احتمال بأن يقوم حزب الله بالتقدم نحو الشمال هذا يربك الإسرائيلي أضف إلى مسألة الهجرة والانتقال والتهجير من مناطق الشمال مستوطنات الشمال إلى الداخل هذا عمل مشكلة كبيرة للإسرائيلي الخطر الأكبر على إسرائيل هو حزب الله الخطر الأكبر حركة حماس تشكل خطر لكن الجغرافية طبيعة غزة طبيعة إمكانات حركة حماس طبيعة المعركة مع حماس وامتداداتها لا تقارن بأي معركة ستخوضها إسرائيل مع حزب الله في لبنان عند خطوط إمداد مفتوحة لدى الحزب إمكانات أكبر قدرات أكثر تأثيرها الإقليمي للحرب مع حزب الله أكبر وبالتالي أنا برأيي حسابات إسرائيل أن حزب الله يده على الزناد أو يطلق النار عبر الحدود هذا لوحده كافي بإرباك الإسرائيليين في لحظة الإنقضاء على غزة ترتبات الأمنية في الجنوب بعد نهاية اليوم الحرب في غزة ستكون مستقلة عن أي حل قد تضع دول الخارج لإنهاء اليوم الصراع في قطاع غزة إذا تقصد جنوب لبنان إيه سيكون في ترتبات مستقلة والحسابات في جنوب لبنان مستقلة يعني حزب الله لدي حساباته المتعلقة بالقضية الفلسطينية وبالصراع مع إسرائيل في موضوع غزة ولدي حساباته كحزب وقوة إقليمية مستقلة أيضا في المنطقة يأس رئيس حكومة العدو الإسرائيلي ناتانياهو يخيف اليوم الفلسطينيين أو حماس بأن يروح على تطرف أكتر في حال عم بيحط كل مرة هدف عم بيفشل فيه خليني فصل لك المشهد الولايات المتحدة الأمريكية تريد طرحت على الإسرائيليين هدنة لمدة شهر أنا كتبتها في مقال قبل أسابيع طرحت مدة شهر هدن شهر على الإسرائيليين خلال هذه الشهر يتم في صفق التبادل صفق التبادل مهمة يعني جزء من صفق التبادل الكبرى التي تطالب فيها حركة حماس صفقة التبادل ستشمل أسرى أمنيين فلسطينيين تسميم إسرائيل يديهم ملطقة بالدماء وقابل جنود إسرائيليين وضباط إسرائيل لدى المقاومة المرحلة الثالثة بعد الشهر هو أن تغير إسرائيل من نهج الحرب يعني تتحول الحرب كما قال جاك سوليفن مرحلة الحرب إنهاء مرحلة الحرب الكثيفة يعني تغيير نمط الحرب يعني شنعم عمليات نوعية وعمليات كوموندوس بدون هذا القصف العنيف السجادي الإبادة التي تستخدمها إسرائيل طوال شهرين ونصف هاي المرحلة الثالثة للمرحلة الرابعة بعد مسألة العمليات الأمنية هو بحث مستقبل غزة هاي خريطة الطريق أو هاي البنود التي جاء بها جاك سوليفن لإسرائيليين كل التصريحات اللي سمعناها في الأعلام إنه الحرب مستمرة ولأشهر ولسنوات تمام ما يقال في الأعلام يقال في الأعلام لكن حقيقة وأنا لا أدعي أني مطلع على كل شيء لكن عندي نافذة أطلع من خلالها أو قناة أطلع من خلالها على بعض ما يجري بعض ما يجري هنا أنه الإسرائيليين قبلوا بمهنة الشهر قبلوا بمهنة الشهر ويحاولون صياغة هاي الأفكار على شكل مبادرة هاي بأي فترة بس لحظة نكون هاي قبل ما جاء سوليفن إلى المنطقة طرحت هاي الأفكار خلال وجود سوليفن في المنطقة الآن تستكمل في وارسو في بولندا بين رئيس الوزراء القطري رئيس الاستخبارات الأمريكية ورئيس الموساد الآن يجتمعوا في وارسو لبلورة هذه الأفكار ستعرض على حركة حماس وعلى المقاومة بل رأيك شو رأيكم ردون أنا برأي سيقبلوا سيقبلوا في هدنة الشهر أو أكثر بقليل وعلى أن يتغير نمط الحرب كما أشرت بالبندل الثالث أنه هدنة شهر صفق التبادل تغيير نمط الحرب سيقبلوا بهدنة و... يعني قد يكون المخرج الأفضل للإسرائيل اليوم بعد الهزيمة الكبيرة يلي كل مرة بيحط سقف وبيفشل فيها غير قادرين على تحقيق الأهداف يعني هذا حتى أكبر أكبر المحللين والخبراء والمعلقين على القنوات الإسرائيلية بدأوا يقولوا هذا الكلام أنه إسرائيل وضعت أهداف غير قابلة للتحقيق يعني حتى مسألة القضاء على حماس مثلا أكثر من هيك هما ما كانوا يتحدثوا في المناسبة على القضاء حماس هما كانوا يتحدثوا في تغيير وجه الشرق الأوسط صحيح حتى قبل توفن الأقصى يعني كانوا يتحدثوا عن تغيير وجه الشرق الأوسط يتحدثوا عن قضاء على حماس وحكم غزة بشكل مباشر وأخذ الأسرة كلهم بدون أي تفاوض وبدون إفراج عنهم بدون قيد أو شر كل هذه الأهداف يعني لم تتحقق وبعد شهرين ونص مارون يعني بعد شهرين ونص أصبحت النتائج أكثر وضوح بالنسبة يمكن في الأسابيع الأولى كنا نرى ماذا سيحصل لكن الآن أنت صرت على دراية بما لدى الإسرائيلي والإسرائيلي صار على دراية بما يقوم العمليات مستمرة من شهرين ونصف لن تتوقف وإسرائيل تحاول من شهرين ونصف ولن تتوقف وبعدين أنت أمام مراوحة ميدانية أمام استاتيكو ميداني لابد من مخرج المخرج سيكون عبر هذه الأفكار التي طرحتها هي تصاغ الآن في وارسو سنشهد خلال نهاية العام هدنة تسمى وقف اطلق نار مؤقت هدنة إلى آخر لكن هدنة ستكون أطول أبل نهاية العام والله؟ مع نهاية العام نعم يعني معنا أسبوعين تقريبا هذا بضغط أمريكي؟ هذا بضغط أمريكي وبأيضا قبول إسرائيلي إن الإسرائيلي منقسمين لكن الإسرائيليين كمان وصلوا إلى مرحلة أنه عليهم أن يجدوا مخرج لا يستطيعوا اليوم أنت عندك الخسائر وسطيا من خمسة إلى عشر جنود يوميا جنود وضباط آليات كثيرة لا تسأل مئات الآليات ضربت الأهم من ذلك المجتمع الإسرائيلي في حالة استنفار إسرائيل غير قادر على خوض الحروب الطويلة أطول حصار وحرب خاضتها في لبنان عام 82 كانت 80 يوم حصار لبيروت يعني هذه أطول مدة خاضتها إسرائيل في كل حروبها حرب تموز 33 يوم أولا إسرائيل لا تخد حروب طويلة ثانيا إسرائيل لا تقاتل في الشتاء نادرا أو من الجو أما على الأرض الغزو البرية أو الأمور البرية لا تقاتل في الشتاء كل حروبها كانت في الصيف الأمر الآخر مسألة الاقتصاد ومسألة الانتخابات القادمة والانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي هذا كله إسرائيل تضع حسابات له ولذلك الإسرائيليين يبحثوا عن مخرج كل التصريحات تسمعها التصريح شيء يا مارون وما يجري على أرض الواقع دائما شيء آخر تماما يقول الإسرائيلي مستمرين لسنوات أنت غير قادر على استمرار لسنوات يقول الإسرائيلي سنسيطر على كل غزة وإلى آخر أنت غير قادر على سيطرة على كل غزة القضاء على حماس يعني فيه أشياء تقال على الإعلام وفيه أشياء بالأخير حقائق الميدان تفرض عليك أنك تتعامل معها ما يجري الآن هي حقائق ميدان ونتائج معركة الإسرائيلي والأمريكي والوسطاء وحماس يتعاملوا معها بحقائق الميدان سيد كمال ليش لليوم معركة الأنفاق كاحتكاك مباشر بين فصائل المقاومة والجيش الإسرائيلي لم تمدق بعد حتى الساعة يعني مش فينا معارك داخل الأنفاق أو التحم مباشر جدا داخل الأنفاق داخل الأنفاق أمر خطر جدا أولا الإسرائيليين حتى يدخلوا الأنفاق لازم يكون معاهم خريطة لشبكة الأنفاق المشكلة مارون بأن حركة حماس ليس لديها خريطة شاملة للأنفاق كل فصيل كل كتيبة من كتاب القسام تعمل في منطقة مستقلة لديها خرائطها المستقلة لا تعرف عن خرائط المنطقة الأخرى في غزة المسألة معقدة جدا 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 الجندي الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي لن يدخل إلى نفاق أو إلى الأنفاق إلا كان عارف خريطة هذه الأنفاق أين تؤدي ولا يكون انت حار يعني يكون أنت ذهبت بجيشك نحو الكارثة صورة النفاق اللي عرض اليوم اللي هو قريب من بعبر إيرز معبر بيت حنون هو نفاق قارة حماس بأنه نحن جهزنا لعملية 7 أكتوبر وأنهينا العمل فيه وانتهت مهمته وأعتقد أنه عرضوا فيديو بهذا الخصوص وبالتالي هذا لا يعتبر إنجاز إسرائيلي أصلا هو قريب جدا على حدود غلاف غزة غراق هذه الأنفاق بالمياه اسمعنا كثيرا عن الموضوع أنا تقديري أنه هذا غير وارد وأصلا ما تم ضخ المياه في الأنفاق وكل التقارير تحدث عن ضخ مياه في الأنفاق التقارير غير صحيحة لم يتم ضخ مياه البحر في أنفاق غزة حتى هذه اللحظة لأي سبب؟ لأنه غير قد يعني غير تكتيغ غير مجدي تكتيغ غير مجدي الإسرائيليين عندهم خبراء عسكريين وخبراء جيولوجيا الإسرائيليين ليسوا أغبياء ليسوا أغبياء جيشهم فوضوي الآن ومنفلت يعني ما بعرف حتى اللبنانيين إذا بيسمعوا قادة إسرائيل كثير من اللبنانيين لازم يسمعوا ما يجري خاصة في الاحتفالات التجري على تخوم غزة لأنه في هذه الاحتفالات يجري الكثير من الكلام حول لبنان أحد القادة العسكريين وصلت تصفيق الجنود في حفل ترفيه للجنود قال هاي لبنان كلها إلنا نحن سنأخذ كل لبنان يعني هذا لازم يسمع في لبنان بشكل مهم لأنه هذا الكلام هو ترجمة لفكر صهيوني لفكر الحركة الصهيونية اللي بدأ منذ 1800 وشيء على يد تيدور هيرتزل، حايم وايزمن، بن جوريون لاحقا هذا الفكر وهذه العقيدة الصهيونية لا تعتبر يعني هناك من يقول اليوم مارون في لبنان أنه نحن ممكن نسكر الجبهة في الشمال وأنه حزب الله يسلم سلاحه أو يوقف إلى آخره وأنه نحن بدنا نعيش بسلام ونزدهر في هذا البلد وإلى آخره هذا الكلام كلام ساذج مع احترامي لمن يقوله الفكر الصهيوني والحركة الصهيونية وما يقوله اليوم ترجمة للفكر الصهيوني الحالي لن يتركك كلبناني تعيش تخيل أنه دولة كبيرة مثل مصر لديها جيش أكبر من جيش لبنان بكثير ولديها يعني موقع استراتيجي وأهمية آخره الإسرائيلي منذ 79 منذ توقيع اتفاق كام ديفيد لم يترك مصر لحظة واحدة بحاله اليوم مشروع التهجير اللي تحدث عنه القادة الإسرائيليين وجاد دين كانوا فيه تنفيذه وجابوا الأمريكان والأوربيين لإقناع مصر فيه كان يهدف لدفع مليونين ونصف فلسطيني ليسكنوا في مصر وبالمناسبة يعني الحديث عن سيناء مارون الحقيقة لم يطلبوا سيناء أنه يذهبوا إلى سيناء بدون يعم يروحوا على القاهرة يسكنوا في القاهرة مليونين ونصف هذا يعطي جرس اندار للبنانيين هون إذا كانت دولة كبيرة مثل مصر لديها وزن مثل مصر وجيش مثل مصر الإسرائيل لم يتورع أن يهجر له مليونين ونصف فلسطيني كيف ينظر الإسرائيل موضوع التوطين الفلسطينيين في لبنان ولبنان أصغر من مصر والمصريين ليس فقط موضوع التهجير في معاناة كبيرة للمصريين الإسرائيليين موضوع سد النهضة اللي دعمت إسرائيل إثيوبيا لقطع مياه نار النيل عن مصر كل هذا لازم العقل السياسي اللبناني يفكر فيه ليس للحديث عن ثقافة الموت وكذا لا في حسابات يجب أن يحسبها اللبنانيون بشكل دقيق في علاقتهم مع هذا الجار العاد وخاصة بعد غزة أنت أمام دولة عنصرية دولة أبارتهاي التطهير عرقي دولة لا تتورع بقتل أطفالك تدمير بيوتك وهددوا لبنان بأن يحولوها لخان يونس تتعامل مع هذه الدولة على حدودك بغض النظر كان حزب الله على الحدود أو لم يكن حتى لو كان أي طائفة موجودة على الحدود في لبنان عليها أن تفكر بمستقبل لبنان انطلاقا من هي الحقق بموضوع الأنفاق أستاذ كمال أحد المراكبين يقول أن هناك قيادة مركزية حتى تحت الأنفاق طابعة لكتائب الصمام أو حركة حمس باتي آذك قيادة مركزية في الأنفاق تحت الأنفاق حتى تحت الأنفاق أنا برأيها يكون لها سيناريوهات وتخيلات يعني الأسرة مارون الأسرة اللي خرجوا بصفق التبادل والأسير اللي قتل حاولت إسرائيل بعملية كوماندوس قتله تحريره اللي هو ساعر باروخ والأسرة اللي قتلتهم إسرائيل بالخطأ من كم يوم وقالت أنه قتلناهم بالخطأ رغم أنهم رفعوا الراية البيضاء كل هؤلاء كانوا في بيوت ما كانوا بالأنفاق كانوا في بيوت هذا يعني أنه فيه أسطورة اسمها الأنفاق فيه أنفاق بغزانة لا أن فيها لكن مش كل شيء الأنفاق الأسرة ما كانوا بأنفاق والصور التي عرضتها القسام لمقتل ساعر باروخ والاشتباك اللي جرى والدماء والدرج يدل على أنهم كانوا فيه شقة ما كانوا فيه أنفاق الأمين العام لحزب الله في حرب تموز رغم تدمير الضاحية أجرى لقاء فيه شقة في الضاحية يعني بمعنى أنه دائما الحديث أنه هؤلاء فيه قيادة أنفاق وفيه قيادة تحت الأنفاق أنا باعتقادي يعني فيه نوع من فيه تهيئات وفيه تخيلات وفيه مبالغات فيه أنفاق فيه قتال فوق الأنفاق وتحت الأنفاق لكن القيادة وين طبعا ما حدا ممكن أنه يعرف أين قيادة القسام وأين قيادة الحماس لكن ما نعرفه أنه قيادة القسام وقيادة الحماس لا تزال حتى هذه اللحظة متماسكة لديها غرفة قيادة وسيطرة عندها وحدة إعلامية تصور العمليات عندها وحدة قتالية عندها استخبارات مثل ما شفنا بجحر الدك شو بتقتزم بعد من أسلحة تفاجئ في المشهد اليوم في غزة أنا برأيي الأسلحة استخدمت يعني بعد شهرين ونصف ما هو السلاح اللي ممكن يظهر إلا إذا إلا إذا دخل سلاح أثناء القتال وهذا غير مستقرب وغير مستبعد يعني شهرين ونصف من القتال حماس استخدمت كل أنواع الأسلحة قذائف الياسين التاندم الصواريخ باتجاه تل أبي إلا آخرين من الأسلحة إذا ظهرت أسلحة جديدة باعتقادي أنه هاي الأسلحة دخلت الآن إلى غزة واستطاع طرف ما إدخال أسلحة إلى غزة طبعا هاي معجزة لكن ليست معجزة غير قابلة للتحقيق نعم يعني ممكن أن يتم إدخال أنواع أسلحة إذا استطاع طرف إدخالها بخلاصة شو ما صير يوم الأسرة الإسرائيليين التبادل المفاوضات غير المباشرة والتبادل الإسرائيل لن بعد مقتل ثلاث أسرة بالغباء الصناعي ليس بالذكاء الصناعي لأن الإسرائيليين يستخدموا التكنولوجيا في كل شيء اليوم قتل الصحفيين عبر التكنولوجيا تدمير بيوت تكنولوجيا قتل هؤلاء الأسرة إنهم يستخدموا التكنولوجيا على خوارزميات وبيانات يدخلها الجيش الإسرائيلي ويعطيها الأوامر لهذه الأسلحة هذه الأسلحة تتعامل مع الخوارزميات بشكل أعمى بمعنى أنه هي تضرب المصورين الصحفيين لاعتقادي بأنه فيه سيب التصوير أو كاميرا فالذكاء الصناعي ينظر إلى هذه الكاميرا على أنها مرصة إطلاق فيطلق النار عليها مباشرة وإلا ماذا يفسر بأنه دائماً لاستهداف المصورين والكاميرات المصورين هذا احتمالاً أنا ما أجزم لكن ما أجزم فيه أنه الإسرائيليين يعتمدون بشكل كبير على التكنولوجيا وريد أن أقول أنه 7 أكتوبر ما حصل من طوفان الأقصى تتحمل مسؤوليته التكنولوجيا التي يعتمد عليها الجيش الإسرائيلي بشكل كامل الإسرائيليون يعتبرون بأن التكنولوجيا تعوضهم عن الخسارة البشرية ويعتبرون أن التكنولوجيا تعوضهم عن الجيش الصغير أو الدولة الصغيرة في محيط كبير اعتمدوا على التكنولوجيا فشلت هذه التكنولوجيا بشكل كبير مقتل ثلاثة أسرى إسرائيليين بهذا الشكل مارون الأسير الإسرائيلي هو جندي يعني هو يعرف الأوامر يعرف التعليمات يعني عندما يلتقي بالجنود الآخرين وهو هارب من الأسر يعرف ما عليه أن يفعل هو هم نزعوا البستهم يعني يعرف هو الجندي أنه لازم ينزع اللباس حتى لا يشك الجند الآخر بأنه مفخخ رفع راية بيضاء ليعطي الجند الآخر أنه مستسلم رفع يديه نادة بالعبرية يعني هم جنود مدربين على التعليمات ما الذي جعل جنود مدربين آخرين لا يتعاملوا مع هذه التعليمات إلا إذا كان هؤلاء الجنود روبوتات ليسوا جنود حقيقين أنا أقول يعني روبوتات لأنه أعتقد بأنه رشاشات الكترونية وقذائف الكترونية تعتمد على الذكاء الصناعي وعلى التكنولوجيا هي من تعاملت مع الأسرة الثلاثة إسرائيل لا تقول ذلك قال إحنا غير مدربين على التعامل مع هذا النوع أنه نشوف أسرة ماشيين في شوارع غزة لكن باعتقادي أعطوا أوامر لهذه الأسلحة بإطلاق النار على أي شيء يتحرك في منطقة الشجاعية لقتله مباشرة أي كان طفل صغير كبير لقتله مباشرة لم يتوقعوا أن يكون فيه أن يتحرك أسرة لهم من الجيش الإسرائيلي لو كان عنصر بشري يراقب مشهد الجنود حتما خاصة أنه حتى أشكال الجنود لا تشبه أشكال سكان غزة حسب ما شفنا بالصور وبالتالي لو كان فيه عنصر بشري يراقب الجنود وهم يخرجون حاملين رايات البيضاء لن يطلق عليهم النار إسرائيل تدفع ثمن استخدام التكنولوجيا ومسألة الذكاء الصناعي في التعامل مع الحروب باعتقادك أيضا شو رحكو مصير يحيى السنوار ما بعرف يعني يحيى السنوار أولا قائد عسكري يعني ممكن يستشهد في أي لحظة هو ليس لديه مشكلة في ذلك أنا أجريت لقاء معه قبل سنوات ليحيى السنوار على الميادين وقال لي وأنا ما عندي مشكلة بأي لحظة أني استشهد مثلي مثل أي مقاتل في القسام دور يحيى السنوار مهم وكبير لكن يحيى السنوار ليس كتائب القسام وليس حماس في بحماس قادة كثيرون في قادة عسكريين يقومون بدورهم قد يستشهد يحيى السنوار في أي لحظة ولا نستغرب ذلك وهذا لن يؤثر في عمل حركة حماس وكتاب القسام وقد يخرج لإعلان النصر في لحظة ما أيضا هذا غير مستغرب لأنه يعني أبو إبراهيم رجل شجاع وقائد كبير وصبور وعنيد في نفس الوقت ويستحق يعني أن يعلن هو بنفسه النصر لكن يحيى السنوار كأي قائد في القسام بأي لحظة يستشهد وبأي لحظة يخرج ليقول نصر نعم سؤال الأخير شو الحكومة صير الضفة الغربية يوم بيحكى أنه كمانا كيف على سيرة تحت الأنفاق هناك تحت الضفة الغربية هناك خازن جدا كبير من الأسلحة هذا ما تخشى إسرائيل إسرائيل كل اقتحامات تقوم فيها الآن لمدينة جينيين وطول كاريم ونابلس بهدف البحث عن مفاجآت الإسرائيليين يقولوا بأنه نحن لم نكن نتوقع أن تكون غزة لديها كل هذه القدرات بني عسكرية كبيرة ومقاتلين محترفين وتخطيط عسكري واستخبارات وإلى آخر حتى لليوم يعني عملية جحر التي صورتها حماس يوم أمس دليل على أنه حركة حماس والقسام لا تزال لديها استخبارات عسكرية ورصد لمواقع الإسرائيل الخوف عند الإسرائيليين أن يكون هناك ما يماثل ذلك وتخفيه المقاومة في الضفة الغربية تحاول أن تبحث تحت كل حجر في الضفة الغربية عن أي مفاجأة وتحاول فحص بالنار المناطق التي تعتبرها عشد بابير في الضفة الغربية مسألة إخضاع الضفة الغربية مسألة حيوية بالنسبة للإسرائيليين ليش؟ غزة إذا كانت تمثل خطر على الإسرائيليين 70% الضفة تمثل 100% على الإسرائيليين هي الأقرب الأقرب والملاسقة للتجمعات الإسرائيلية والمستوطنات الإسرائيلية منتشرة على كل أنحاء الضفة الأقرب للمدن الإسرائيلية الرئيسية وعصب الاقتصاد الإسرائيلي أي تكرار لنموذج ولو أصغر من 7 أكتوبر في الضفة الغربية سيمثل كارثة للإسرائيليين إسرائيل تخاف من هذا الأمر في مسألة مهمة بدي أقولها بموضوع الضفة نعم تفضل الإسرائيليين لديهم إشارة استفهام كبيرة من فترة من أين يأتي السلاح للضفة الغربية وهم يحملون الحدود الأردنية الفلسطينية المسؤولية ويعتبرون بأن هذا السلاح يدخل من الأردن إلى الضفة لذلك أنا أعتقد أن الإسرائيليين من المرحلة المقبلة سيركزوا على احتلال منطقة الأغوار الحدود الأردنية الفلسطينية مع الضفة الغربية بين الأردن والضفة الغربية هل تقبل الأردن؟ لا تقبل شو ممكن يصير؟ لكن الإسرائيليين بحاجة لأن يحتلوا هذا الخط غور الأردن أو منطقة الأغوار الفاصلة بين الضفة الشرقية والأردن والضفة الغربية ممكن إذا أدن اقتراح شبيه من الاقتراح المقادمين إلى جنوب اليمنان؟ ولا ما بترضأ ماذا يطلبوا من الأردن يرجع؟ جيش الأردني على الحدود نصر الكوات النولية على حدود الأردن؟ لا أعتقد أنه ممكن الحل بالنسبة للإسرائيلي هو احتلال هذه المنطقة الإسرائيليين عندهم عقدة غور الأردن بعد دخول السلاح للضفة بدأ يشعر الإسرائيلي بأن الأمور بالأردن مش تمام نعم يعني قد يظن أنا عم حلل قد يظن الإسرائيلي أن هناك في الأردن من هو متواطئ مع المقاومة الفلسطينية في الضفة ويمرر أسلحة بشكل متعمد عبر الضفة عبر الأغوار إلى مدن الضفة الغربية لأن التوقعات كانت قبل معركة 7 أكتوبر أن تتحول الضفة إلى غزة جديدة والإسرائيليين بعد 7 أكتوبر قالوا لماذا لا نتوقع سيناريو أنفاق في الضفة؟ هذا صعب لكن الإسرائيليين بعد قصة 7 أكتوبر بدأوا يتخيلوا أي شيء ممكن يحصل الأسلحة الإسرائيلية يقول أن تدخل من الأردن الوضع في الأردن بعد 7 أكتوبر صعب جدا أصبح لكن قبل 7 أكتوبر أيضا فيه تعاطف كبير مع الفلسطينيين هذا التعاطف يخيف الإسرائيليين بشكل كبير على طرفي الحدود لذلك التركيز على الضفة الغربية أنا باعتقاد الضفة الغربية أهم من غزة بالنسبة للإسرائيليين رغم أن حربهم الأساسية والرئيسية الآن على قوة عسكرية يعتبرونها كبيرة في غزة لكن خطر الضفة هو الخطر الخطر الأكبر على الإسرائيلية